اهل الرقم 11 اعطى لك تركيبة تحكم في محرك ثلاث طور مع عنصر التقني وهذا عنصر تقني مجهول وطلب منك تسمية العناصر مرقم اول عنصر كما تلاحظون اي محرك يجب ان نضيف اليه قاطعازل مع الفواصم اذا واحد هو قاطعازل مع فواصم ما وظيفة قاطعازل مع فواصم وظيفته غلق وفتح يدويا اي شخص يغلق ويفتحهم يدويا وفي الناس الوقت قاطعازل يحتوي على فواصم وظيفة حيماية من تيار العالي اما العنصر الثاني وهو ملامس كهروم مغناطيسي ما وظيفة ملامس كهروم مغناطيسي كآم وظيفته غلق وفتح آليا ومن الذي يتحكم هذه الملامس تتحكم فيهم الوشعة كآم الموجودة في دارة التحكم اما العنصر الثالث فهو مرحل حراري وظيفته حماية المحرك من فرط في الحمولة عندما يمتصر المحرك تيار اكبر من تيار اسمي فهذا يسمى بفرط حمولة وبالتالي يتم فتح شفارة ثلاثة ويتم قطع تغذية على المحرك